وفي خبر عجل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث عن اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت على الجليل الأعلى ومن الجليل الأعلى معنا مرسلة العربي كريسين ريناوي يبدو أن الأمور ساخنة جدا هذا المساء في الجليل نعم اليومين الماضيين كان ساخنين خالد في هذه الأثناء سمعنا أصوات اعتراضات وذكرت القناة الثانية عشرة بأنه جرى اعتراض ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ حيث دوت صفرات الإنذار في تلحاي وكفارق العادي قبلها في كرياتشمونة أكثر من مرة وفي كرياتشمونة نتحدث عن إطلاق ما لا يقل عن ستة صواريخ في الرشقة الأخيرة أيضا في الساعات القليلة الماضية في ساعات المساء أطلقت رشقة ضخمة باتجاه كرياتشمونة على ثلاث دفعات في البداية أطلق صاروخان مضضان لأدروع دون تفعيل الإنذار ثم أطلق نحو أحد عشر صاروخا على الأقل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق بما مجموعه أربعة عشر صاروخا هيئة البث الإسرائيلية ذكرت بأنه أطلق خمسة عشر صاروخا أيضا يدعوت أحرنوت قالت أن عدد الصواريخ وصل إلى عشرين كان هناك أضرار في الممتلكات كان هناك انقطاع بالطيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المدينة ليس فقط كرياتشمونة إنما أيضا بلدات وكيبوتسات ومواقع محيطة مثل المنارة ومرقليوت وبلدات في إصبع الجليل نتحدث عن سلسلة من العمليات التي نفذت في ساعات المساء قبلها جرى إطلاق صواريخ على مواقع عسكرية للجيش في سلسلة جبال رميم بالجليل الأعلى قبلها على موقع عسكري في مزارع شبعة لبنانية المحتلة قبلها في الجليل الغربي تحديدا في شتولة وفي الجليل الغربي بالمناسبة دوت صفرات الإنذار أكثر من مرة كان هناك مجموعة من البيانات تبنى فيها حزب الله عمليات لهذا اليوم إلى جانب أيضا نعيه عدد من عناصره لهذا اليوم واهتمام إسرائيلي واسع بعدد المقاتلين الذين نعاهم حزب الله هذا اليوم بحيث وصل العدد إلى مائتين واثنين وهذا يثير اهتمام الإعلام الإسرائيلي في ظل الحديث عن سخونة في هذه الجبهة من بعد عملية صفر يوم أمس التي قتلت فيها جندية إسرائيلية وأصيب ثمانية آخرين أحد الإصابات وصفت بأنها خطيرة مع العلم بأن حزب الله لم يتبنى عملية صفر لكنها وصفت بأنها عملية نوعية استراتيجية كانت استهدفت مقر القيادة الشمالية في مدينة صفر وأيضا اليوم سمح بالنشر أن صاروخين سقطوا في جنوب المدينة وذلك كان قرب مدخل مستشفى زيذ بصفر هذا يعني بأن العملية كانت تستهدف أيضا أهدافا نوعية وليس فقط مدنية ليس فقط أهدافا عسكرية كرياتش موناء أصيب فيها إسرائيليان قبل يومين بالأمس أعلن عن قتيلة جندية هذا رفع عدد الخسائر الإسرائيلية المعلنة على هذه الجبهة إلى ثمانية عشر حالة من التوتر اليوم صفرات الإنذار دوت ثماني مرات يقضى في الجبهة الأمنية في الجبهة الشمالية هنا الجيش قرر في ساعة الصباح إغلاق عدد من الطرقات على خلفية توقع رد لبناني ومن حزب الله على أدوان إسرائيل المتواصل بقصف وهجوم النبطية والذي فيه أعلن الجيش في بيان رسمي تبنى مسؤولية اغتيال أحد قياديي حزب الله البارزين علي الدبس الذي قال أنه اغتاله بطائرات حريبية شنت غارة على مبنى الزعمة بأنه عسكري في النبطية الليلة الماضية هذا يأتي في إطار الجو المشحون اسمحي لي يعني طبعا الأرقام التي تحدثت عنها أو التي أعلن عنها من الجانب الرسمي من ناحية إسرائيل 18 هذا وفق الأرقام الرسمية نصدقنا الأرقام الرسمية الإسرائيلية طبعا نأخذ الأمور بحذر لأننا في حالة حرب والأرقام تستخدم كجزء أيضا من الحرب الإعلامية والجانب هذا منذ بداية الاشتباكات ليس فقط في الساعات الأخيرة وأجانب حزب الله تحدثت عن أكثر من 200 أيضا من بداية تبادل عمليات القصف لكن من يشاهد المشهد من الخارج يشعر أن الأمور تنزلق باتجاه مواجهة أوسع باتجاه ربما نكون ملامح الأمور تتجه باتجاه الأسوأ باتجاه ربما لم يكن يسعى الطرفان إليه ولم يكن هناك إعلان عن أي رغبة فيه هل هناك شعور في إسرائيل بأن الأمور فعلا تخرج عن السيطرة أم أن الأمور في إطار المعادلة التي كانت محددة سابقا يوم أمس وصف بأنه يوم دراماتيكي ومن أكثر الأيام صعوبة وخطورة على هذه الجبهة هذا معلن ومقرفي في إسرائيل ونتحدث عن مواقع استودفت سابقا مقر القيادة الشمالية في صفض استهدفة سابقا مقر قاعدة ميرون الجوية في جبل الجرمق استودفة أكثر من مرة في أعقاب اغتيال الشيخ صالح العروري بالضحية الجنوبية ببيروت ثكنة كيلع وقاعدة كيلع في شمال هضبت الجرلان السوري المحتل استهدفت قاعدة عينزي تيم استهدفت حزب الله سابقا استهدف قواعد عسكرية لكن تراكم هذه العمليات النوعية الاستراتيجية أغضب الإسرائيليين على مستوى سكان رؤساء السلطات المحلية وعلى مستوى حكومة حرب التي منذ اللحظة الأولى كانت تقول أنها ليست معنية بفتح هذه الجبهة لكن كنا نسمع وتيرة مرتفعة ولهجة حادة من التهديدات مع وجود عمليات نوعية وتكرار عمليات نوعية المختلف يوم أمس بأن العملية ليس فقط استهدفت مقر القاعدة الشمالية في صفض لكن أيضا هناك أهداف مدنية صفض مدينة تبعد على الأقل 19 كم عن الحدود اللبنانية يسكن فيها عشرات الألاف من الإسرائيليين أيضا وبالتالي لو أصابت الصواريخ الهدف في صفض لا وقع أيضا الكثير من القتلى والجرحى هذا الذي أخاف الإسرائيليين ودفعهم لرفع وتيرة اللهجة الحادة بالتهديدات القاعدة استهدفت سابقا وقيل لاحقا بأن الصواريخ أصلا التي أطلقت صواريخ ليست دقيقة صواريخ من نوع جراد بقطر 122 مليمتر استخدمت صابقا أصلا ولكن الجيش فتحت حقيقا في سبب عدم اعتراض القبة الحديدية لهذه الصواريخ والجندية قتلت وهي في طريقها للملجأ للغرفة المحصنة وأيضا هنا يحققون في هل الوقت كافي للتحذير بالتالي هناك تحقيقات داخلية لكن تراكم الغضب تراكم الشكوى انتقاد رؤساء السلطات المحلية لهذه الحكومة دخلنا في الشهر الخامس من هذه الحرب خالد اليوم الثاني وثلاثين بعد المئة الإسرائيليون هنا أيضا يريدون العودة إلى منازلهم طالما الحرب مستمرة طالما عمليات حزب الله وفصل المقاومة الفلسطينية في لبنان على هذه الجبهة مستمرة بتالي لا يستطيعون العودة هم حتى شككوا بنجاعة حل وترتيب سياسي في الفترة الأخيرة جرى الحديث عن ضغط أمريكي من خلال المبعوث عاموس هوكشتاين الذي كان بصدد فرد ترتيب سياسي معين أيضا قيلة عن مبادرة فرنسية كشفت عنها وكالة ترويتز كشفت عنها وأغضبت السكان هنا وقالوا أن الجماعات والتنظيمات مثل حماس وحزب الله نعم ولهذا شككوا بنجاعة الاتفاق السياسي مع حركات مثل حماس ومثل حزب الله هم يريدون ضربة عسكرية على هذه الحدود تتيح لهم حلا جذريا على هذه الحدود هم أصلا يرفضون الترتيب والحل السياسي يقولون أن هذه الحكومة تصرح كثيرا تفعل قليلا دعوا هذه الحكومة للاستيقاظ دعوا بني مينتنياهو ووزرائه للمجيء إلى الشمال والسكن لإستشعار الخطر الحقيقي